وتعالوا نشوف أول سؤال وصلنا على صفحتنا على الفيسبوك السؤال اللي أولاني بيقول إيه؟ يا دكتور عمر لو سمحت عايزة أعرف من حضرتك ختان الأناس سنة ولا بدعة؟ السؤال هنا عن ختان الإناس لما العلماء درسوا الحديث اللي وردت في ختان الإناس وجدوا حاجة مهمة جدا شرح عون المعبود العظيم أبادي لما نظر في الحديث اللي وردت في ختان الإناس قال إن ما فيش حديث من الحديث فيها إلا وهو حديث مطعون فيه والحديث ضعيفة وكثير منها كمان أشد من الضعيف يعني إيه اللي حاصل؟ يعني ليس عندنا حديث صحيح في ختان الإناس يبقى دي أول حاجة لازم نفكر فيها لكن في نفس الوقت الإمام بن منذر قال إن الإجماع منعقد على إن الختان هو ختان الرجال إن الإجماع منعقد على ختان الرجال فالأحاديث اللي وردت في مسألة الختان وإن الأمة دي تختتن دا كلام على الرجال إنما الأحاديث في ختان الإناس لم ترد فسا كمان في معلومة مهمة جدا حتى اللي ورد في الكتب في بعض الكتب الأئمة في الكلام على ختان الإناس ملوش دعوا بالختان اللي عندنا دا دلوقتي ختان اللي كان هناك حاجة تاني خالص وعليه يحمل إن الكلام اللي قاله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو معطية لو كان الحديث دا صحيح والحديث دا من جملة الحديث المتكلم في صحياتها إن دي كانت عملية ما لهاش علاقة بعملية الختان اللي عندنا دلوقتي إحنا عندنا أساس في الشرع الشريف إن التعدي على جسد الإنسان لا يجوز لا يصح وإذا كان الإنسان ما ينفعش يجرح نفسه الإنسان ما ينفعش عوار نفسه لأن جسد الإنسان محترم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح والله سبحانه قاله ولا تركوا بأيديكم إلى التهلك يبقى إذن إحنا جسدنا دا محترم والمقصد الأول من مقصد الشريعة هو حفظ النفس وعشان دا كله إحنا كنا مهتمين جدا جدا نحن ندرس مسألة بهدوء هو أختاني للناس لأنه عملية وعملية العلماء الأطباء بيقولون أنها هي عملية خطر جدا جدا والدليل على ذلك كثرت حالات الوفيات في هذا الختان في إيه اللي حصل فبساطة خالص وجدنا ما فيش حديثة بيقول أن الختاني للناس صحيح طيب وبعدين فوجدنا إن إحنا دلوقتي أمام حاجة مهمة جدا جدا إن الأصل في التعدي على جسد الإنسان إنه هو حرام طيب نعمل إيه طيب أختاني للناس عن نقول إيه أختاني الرجال خلاص وأردت فيه أحاديث فبان إنه هو الفائدة والمصلحة من وراءه هو مسألة التهارة ومسألة أشياء كثيرة جدا جدا بتتعلق بالرجال الناس بقى لا ده فيه خطر شديد جدا 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 طيب يبقى فيه تعدي على الجسد مجوم الأطباء كمان أكثر الأطباء قالوا إن فيه خطورة بالغة من هذا الأمر فبالرجوع للأطباء وجدنا أن أختاني الإناث مضر ما حدش يكلمني عن مضر في القضية الجنسية أنا أتكلم على القضية الصحية القضية الصحية اللي هو فيه أخطار بيتعرض فيها الإنسان أخطار يتعرض بها جسده وحياته فلذلك الذي استقر في الفتوى الآن أن أختاني الناس بهذه الصورة التي نراها الآن هو ممنوع 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 ومجرم طيب ليه؟ عشان ما فيه من خطورة وحديثة النبي لا ضرر وردرار وإن جسد الإنسان جسد الإنسان محترم لا يتعد عليه ولذلك يبقى هذا الختان الختاني للناس ممنوع طيب طيب إذا احتيجي إليه ده كلام بيبقى استثناء والأطباء اللي يقول كده لكن اللي احنا فيه ده إن إيه حكم هذه العملية الآن العملية المعتدة دلوقتي لا ده ممنوع واحد يقول لي أنتوا جايين طيب أطول عمرين طيب أطول عمرين الناس بتخلط الإنس إيه اللي جد يعني اللي جد اكتشاف الضرر البالغ ده نفس اللي جد في شرب السجاير أو حد لما الناس شربت لما قلنا بحرمة شرب السجاير قلنا بحرمة شرب السجاير ليه؟ لشد الضررها فهذا نفس الكلام اللي بنقوله في مسألة ختان الإنس ختان الإنس شيء ضر جدا 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 وبقى قاتل فاحنا مش عنا نستنى إن الناس تموت بالعشرات وبالمئات عشان احنا بعد كده نقول إن ختان الإنس دوات ماله شيء مضر لا خالص ختان الإنس ممنوع لأنه مضر ولم يرد حديث صحيح يفيد بحله كلام واضح ومش محتاج موربة ومش محتاج إن الناس تيجي تقول أنتوا بتقولوا كده ليه؟ بنقول كده لإن حتى اللي ورد في التراث ليس اللي عندنا الآن يعني اللي ورد في التراث ده ده مجرد شق مش هذي الأمر الصعب واللي هو فيه نوع من أنواع التعدي على الجسد بهذه الصورة الصورة الشديدة اللي أنا شايفها في بعض الأحيان شنيعة مشوهة فعشان كده بتسأليني سنة ولا بعدها لا بقولك ده ممنوع